استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله في مقر إقامة جلالته في العاصمة التركية أنقرة استقبل سفراء الدول العربية الشقيقة المعتمدين لدى الجمهورية التركية الشقيقة وذلك للسلام على جلالته بمناسبة زيارته الرسمية لتركيا ونقل السفراء إلى جلالة الملك المفدى أطيب التحيات وتمنيات رؤساء دولهم وخالص تمنياتهم لمملكة البحرين وشعبها تحقيق المزيد من التقدم والازدهار والرقي في ظل قيادة جلالته الحكيمة وخلال اللقاء رحب صاحب الجلالة بسفراء واستعرض معهم مسيرة العلاقات التاريخية الأخوية الوثيقة التي تربط مملكة البحرين بشقيقاتها الدول العربية مشيدا جلالته بما وصلت إليه هذه العلاقات من تطور وتقدم في العديد من المجالات كما أكد العاهل المفدى حرص المملكة على تعزيز علاقاتها مع شقاء العرب وتطويرها وصولا بها إلى آفاق الرحب من التعاون والعمل الأخوي المشترك تحقيقا للأهداف وتطلعات مشهودة تحت مظلة جامعة الدول العربية كما أثنى جلالته على الدور المهم الذي يقوم به السفراء العرب وجهودهم الطيبة لتوثيق وتطوير التعاون والتنسيق بين دولنا العربية والشقيقة بما يسهم في تعزيز مسيرة العامل العربي المشترك وخدمة القضايا العربية وجرى خلال اللقاء بحث مجمل الأوضاع وتطورات الراهنة على الساحة العربية وما تشهدها المنطقة من أحداث ومستجدات وأكلف جلالة الملك المفدى السفراء العرب بنقل تحياته وتمنياته إلى إخوانه قادة الدول العربية ولدولهم وشعوبهم الشقيقة دوام التقدم والتطور حضر المقابلة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لجلالة الملك المفدى ترجمة نانسي قنقر